أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى إطلاق كوريا الشمالية الأخير لما زعمت أنه صاروخ فضائي يوم الخميس الماضي وأصدرت باك أونجين مديرة إدارة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تلك الإدانة أمس لاثنين خلال اجتماع لمجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة بشأن أمن الفضاء الخارجي والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية وقالت باك إن الاجتماع عقد لضمان السلام والأمن المستدام في الفضاء لكن من المؤسف للغاية أن كوريا الشمالية اختارت المسار المعاكس وأكدت مجددا أن إطلاق كوريا الشمالية لما يسمى قمر استطلاع عسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية أمر غير قانوني وأدانت المندوبة الكورية الجنوبية بشدة النشاط غير القانوني لكوريا الشمالية باعتباره استخداما غير سلمي للفضاء الخارجي من جانبه رفض هانتي سونغ سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جينيف تلك الإدانات وقال إنها غير قانونية وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأن كوريا الشمالية لن تلتزم بقرارات الولايات المتحدة وأتباعها ترجمة نانسي قنقر